أهلا وسهلا فيكم في الدرس التاسع كيف تفعل الجزيرة على برنامج أرية إنجن في هذا الدرس سنبدأ نستخدم المواد التي جبناها لبرنامج أرية إنجن من الكويكسل سنبدأ نستخدم الورود الأعشاب في العموم الفوليج سنبدأ نستخدمها داخل البرنامج دعونا نبدأ على طول في الدرس أول ما نفتح البرنامج نأتي على المنطقة فوق هون سيلكت مود ونختار فوليج الآن بديك تلاحظ شغلت أول إشي يظهر لي الفرشاي زي قبة اللي هي الفرشاي اللي هنستخدمها عندنا الآن هون تتذكروا إحنا نزلنا ست أعشاب فقط لكن كل ملف نزلنا بحتوي على مجموعة من الأعشاب فلاحظة كمية الأعشاب اللي نزل لي إياها الآن جوا لك دعونا الآن نبدأ الأدوات اللي فوق سيلكت أول حدد، حدد الكل لا تحدد حدد منطق عشان تنسخها الأدوات الأساسية اللي هي الأكثر استخدام واللي هي هنستخدم بس وليس محتاجين أي مادة ثانية عندك ريابلاي وسينجل وفيل وإراز وريموف وموف كلهم مروا عليهم انت لحالك هتلاقيهم سهلين جدا أهم إشي تتعلم زر بينت وبعد هيك كل الباقي زي بشبه دعونا نتعلم على طول بيت الآن زر بيت يحتوي علينا على برش سايز برش دنسيتي واريز دنسيتي دعونا نرى برش سايز لاحظ أنا بكبر وبصغر بحجم الفورشاي يعني أنا الآن بدي أحدد العشبة هاي وضغط بالماوس طبعا أنا مش قاعد برسم هو ليش بس قاعد برسم لأن العشبة شكلها صغيرة كثير لاحظ العشبة جدا صغيرة موجود تحت هون الآن ماذا أريد أن أفعل أفعل دعونا أكبر قليلا ونشرح أنا الأشياء اللي هون سوف نضع مثل هذه عشرين الآن سوف نرى العشب ممتاز ماذا أحدد برش سايز حدنا العشبة وضغطنا دهننا دعونا نشرحهم المضراءة جدا طيب نبدأ برش سايز اللي هو حجم الفورشاي نقبل حجم الفورشاي ونصغره برش دينسيتي برش دينسيتي ما هي كثافة الفورشاي دعونا نزود إلى الماكسيم اللي هي واحد نبدأ نرسم لاحظ كمية العشب اللي نزلت هون كمية أخرى طبعا عندما أضع برش دينسيتي مثلا للنص كثافة العشب لاحظ كمية العشب عندما أضعها مثلا لواحد لاحظ الفرق هذي كل ما زودت الرقم كل ما أحط كمية أكبر في المنطقة اللي أنت بتدهن فيها أو بترسم فيها طيب الآن أنا كيف بدي أمسح بحجد مثلا بضغط شيفت بضغط شيفت على الكيبود وببدأ أمسح بكل بساطة بمسح كل إشي تمام؟ ممتاز طيب الآن دعنا نرى دينسيتي و دينسيتي و دينسيتي دعنا أن أضع قليلا هنا على واحد لاحظ كمية كبيرة من الأعشاب نريد أن نشرح دينسيتي 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 لو أضعتها للنص دينسيتي دينسيتي ما سيحدث الآن أضغط و أمسح لكن كم سيأمسح سيأمسح نصف الأعشاب ما هي الفكرة؟ أنت حطيت و زودت ولكن أنت تشكيلة من الأعشاب في منطقة و تركت اللعبة و أرجعت ثاني يوم أو بعد ساعة و نسيت أشياء الأعشاب اللي أنت خلطتها مع بعض و بدك تشيل نصفهم فقط ما بدك ترجع تأيدي الشغل بدك تشيل نصف الكملية فبتروح بتحط دينسيتي عن نص وبتروح تبدأ تمسح في المويوم بدك تمسح أكثر شوية كمان بتقدر تمسح أكثر هات إذا بدك تمسح كل شيء تضعها على صفر بتكفز شفت كمان مرة بتقدر تمسح هاي الأدوات الثلاثة أو الخيارات الثلاثة موجود برش سايز اللي هي حجم الفرشاي كثافة الرسم كثافة الرسم كثافة المسح بدك تمسح كل شيء بعدين عنا نختار لأن لاحظ لو أنا قربت بتغطون بحط لي عشبة واحدة في واحدة بس بحط لي عشبة فبصير أضيف عشبة واحدة فقط بالكبزة تمام دعنا نمسح بالعشبة الآن درسنا الصف العلوي دعنا ندرس هاي اللي هون هاي خليها من قصة طويلة ما ندرس اللي هون لاندسكيب استاتيك مش و بي اس بي هادول خليهم دائما شغلين ايش الفكرة رح اشرح اول تنتين اللاندسكيب لاحظ انت الارضيه هاي اللي احنا في الدرس الاول كنا نطلع و ننزل نطلع و نبني الجبان هاي اسمها اللاندسكيب الان لو اجيت انا و بدي ادهن انا هون بدهن عادي طيب اندو لو طفيت لاندسكيب لاحظ اختفت اللاندسكيب بس خلي انزلتها تشوف كيف تطلع ترجعتها تخلق و تختفي ماذا اللي بصير انا قلت له لا يرسم لا يرسم على الارضي و اين قلت له ايش الفكرة الارضيه الارضيه هاي المجسمات اللي بتضيفه على اللعبة يعني انا لو حطيته هون لاحظ الان انا رح ارسم قلت له ارسم قلت له هون ارسم لاحظ ما فيش ايش يرسم و اين الرسمه تحت الارض على المي اللي هي استاتيك مش طيب اعطيك مثال اخر الان انا لو اجي ارسم هون ما برسم بس لو اجيت فوق الجبل المواد اللي نزلناها احنا من الكويكسل مش هي عبارة عن مش استاتيك مش خلي نرسم فوق لاحظ صارت الاعشاب موجودة فوق فوق الميش تمام لو انا ضمن لاندسكيب الان الان بقدر ارسم على الارضيه طب انا لو حطفيت استاتيك مش لان انا ما بقدر ارسم على الاستاتيك مش انا بزغط هون ما بشوف اشياء طب انا هو رسم ممكن تحت لانه مرقة 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 لتحت الاخر اشياء ارسم في الجبل اللي وراه ما برسم على الحجر نفسه اللي هو الاستاتيك مش تمام الان خلينا نكمل نحن لديك هم العرشاب وانا ما نشعرف وين هم هدول الاثماشر عشبة خليهم طب الان ما نشرح خلص خلي هدول الثلاثة مضويين دائما شرحنا نطلع شوي لفوق الان لكل عشبة لكل عشبة فيه الخواص موجودة تحت الان هذه الخواص الموجودة هون خلينا نمر موجودة موجودة بس انا سوف ارسم على الأشياء المهمة وقط فيهم طيب دعنا نرى الثلاثة الثلاثة انا اضطت الثلاثة دائما دائما هذه الخواص نضع نضع اعلى الثلاثة لـ 100 سيخرج حجم لو اضطته لـ 1000 يمكنني ان تفجروا لديك 400 يا ساتر ايوه فصار العشاب جدًا عملاقة يعني لو انزلنا تحت وبدأنا اللعبة لاحظ انه العشاب صار هون يدع أصلا بحجم اللعب وهذه صارت هنطلعوا حتى ليس لامس الأرض طيب الآن دعنا نمسحهم هذه هي العشاب اللي هي هون 400 دعناها على عشرة عشرة نشوف عشاب على الأرض ممتاز طيب هاي السكيل اللي هي كذب صغر ماشي الآن لدينا دعنا نشوف ايش فيه تاني هون مهم ننزل لتحت آ راندم يا الآن في برنامج انريال انجين ركز في النقطة هاي مهم جدًا في برنامج انريال انجين في عنا ثلاث حركات دورانية ثلاث حركات دورانية الدوران الأول اللي هو زي اللي بعمل براسه نعم اللي هي الشغل بالدور بهذا الاتجاه هيك زي اللي بحكي نعم الدوران الثاني اللي بحرك براسه لا الدوران الثالث عندنا واحد اثنين وثلاث يصبح الثلاث الثلاث ذي اللي هي دوران حول المحور هاي واحدة من الدوران يوجد دوران آخر وهي نعم دوران البيتش اسمه دوران البيتش وجمع الدوران البيتش والدوران اللي هو بنفسه الآن ما تقول للآخر؟ ماذا يقول لك ، نريد علي روضة لو أصلت أنا لاحظي هنا المنزل التجانب وضعت أولا هذه مهنا رؤيت الأخر منزل لأنه مهنا لن أجل الاعشاء يأتي نفس الشكل ثم يصبح أخر سوف ينبط على مرحلة فيها لكي يجعلك منظر واقعي ليس أنهم نفس الشكل 100% لو أضعتها هنا، لاحظ سأضع العشبة على مرحلة لا أعرف لماذا لكن سأضعها بدون دواء لا تضبط بشكل أحوال لا تضبط بشكل أحوال هذه هي فكرة أن تجعل العشاب تدواء لا يعطيك شكل موحد لكل الأعشاب وهو أحسن تعطيك منظر جمالي أفضل دعونا نشغل بالنسبة للهيط الهيط هو عبارة عن لو أضعها على صفر وعندما أضعها لا تضبط بشكل أحوال ما هي الفكرة؟ سأرسم فقط على ارتفاع صفر وعندما أضعها على ارتفاع 100 لا أرسم وعندما أضعها على ارتفاع ألف رسم وعندما أضعها لا تضبط بشكل أحوال لا تضبط بشكل أحوال بدأ يرسم هذا الارتفاع الأرضي نضعه ألفين ثم يرسم إلى هنا ثم يختفل لأن منطقة هذا يرسم أكثر فوق هذه المنطقة لا تضبط بشكل أحوال لأنه يقول لك أي شيء مثلاً عندما تخرج الجبل أرسم لهذا المستوى الجبل على ارتفاع ألفين بعد الألفين لا ترسم أو لا تضع هذه العشبة حسنا دعونا نضعها على الرقم 262 ألف يعني أرسم في كل مكان في الخريطة مستحيلة ترسم عالمها حسنا نمسح كل شيء يشعر شاب زيادة حسنا دعونا نضع هذه الزاوية زاوية الرسم إذا نضعها على 45 إذا نضعها على 10 الآن نضع عشبة لا أضع عشبة نرى هذه الزاوية لديك ميول عشبة في الميول عشبة لا ترسم سوف ترسم فوق ثم سوف ترسم تحت لا ترسم ثم سوف ترسم ترسم فقط عند المناطق اللي هي مستقيمة ومالها الزاوية الرسم لو أضعت الزاوية على 90 سوف ترسم في كل مكان حسنا نريد أن نضع عشبة من هذه الزاوية المساح المساح حسنا نرسح كل شيء ممتاز هذه الزاوية الزاوية 45 نرجع لدينا هنا هذه مهمة جدا يجب أن نعرفها هذه تؤدي ما الذي يرحها الآن وهي الـ 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 تحافظ على أداء اللعبة تبعيدك تجعل اللعبة لا تتأخر لا تتعلق على أجهزك ماذا؟ دعنا نأتي الآن نضيف العشبة الآن لاحظني الزاوية دعنا نضيف العشبة حسنا دعنا نبدأ اللعبة الآن ما هي الفكرة؟ اللعبة المعالج يصبح يظهر المجلسات تقرب منها فما تكون مثلا العشبة موجودة في آخر الخريطة ويعالج فيها ويعالج فيها ويعالج فيها ويعالج فيها ويعالج فيها ويعالجها تكلف المعالجات في الموبايلات وفي الكمبيوتر كثير فهيكا أنت تضعف الاستهلاك المعالجات وكرت الشاشة على الأجهزة لللاعب وتحافظ على جودة اللعبة لأنه يستدعي الأشياء التي تحتاجها لنرى هنا ويعالج فيها ويعالج فيها ويعالج فيها الآن ممتاز دعنا نضع الرقم هذا عشر آلاق نضع انتر نرى من هنا هذا المسافة الآن الآن هو من يختفي لا ولا نسمى هنضع على خمس آلاق اختفت تمام فهن يمشي لما يقرب لاحظه بدأت تظهر الأعشاب لاحظه 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 هذه هي فكرة المسافة تمام الآن دعنا نرجع على الصفر لكن هي جيدة تستخدمها ما يوجد لدينا أيضا هنا الكولوجين الكولوجين وهي التصاؤم إذا أضعنا هذه أنه فيه كولوجين سيصبح عندك عشاب تتعلق في نص أو تخرج على فوق العشب وتنزع يعني سيصعد على العشب يعني لو شجرة سأقول لك حسنا لو مثلا صبار وتخبط فيها ماشي لكن عشاب لا يوجد داعي طنشها لا تجعل تصادم مع العشاب تمام ما يظل لدينا الآن هكذا خلصنا الأدوات الآن دعنا نستخدم الأدوات نقلط مثلا بين ثلاث عشاب ونجرب نضع هذه الوردة نضع عشاب عشرة الوردة نضع خمسة نشوف مثلا هذه الوردة خمسة نضع نضع صح ونضع مثلا هذه العشبة ونضع الخمسة دعنا 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 نخفر الآن لاحظ ما الذي يحدث يخلط هذه العشاب إذا نضع ستجد مجموعة العشاب هذه العشبة هذه وردة مختلفة أدت أنواع من العشاب دعنا نضع أخر ثانية معها نشوف هؤلاء نعمل ونضع نعمل نظام نظام أثن مجموعة عشاب مختلفة كلها بضغطة توضع نضع نعمل هذا نتعلم كيف نضيف العشاب على العالم في الفيديو الجاي حبدأ أنا أتطبق وطبعا ما بس نخلص لسه بيظل أنه كمان نضبط الإنارة الإنارة برح تفرق معانا كثير في الأعشاء خلينا هيك نخلص الفيديو هات في أمال الله بشوفوا فيديو البعده مع السلام